تضم اتفاقية تجمع الكوميس في عضوياتها 21 دولة وتستضيف العاصمة الزنبية لوساكا مقر سكرتارية التجمع الذي يعد أحد الدعمات الرئيسية للجماعة الاقتصادية الإفريقية تولي مختلف الدول أهمية كبيرة لتنويع سبل تعزيز التعاون التجاري على الأصعادة الإقليمية والدولية لما يمثله ذلك من ألية هامة لتحقيق التنمية من خلال زيادة فرص النمو الاقتصادي عبر الاستثمار في الموارد البشرية والمشروعات التنموية من هذا المنطلق جاء قرار اتفاقية السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الإفريقي الكوميسا في قمة أبو جا عام 1991 ليتم إنشاء الكوميسا في ديسمبر من العام 1994 خلفا لمنطقة التجارة التفضيلية التي بدأت في العام 1981 تضم اتفاقية تجمع الكوميسا في عضويتها 21 دولة تستضيف العاصمة الزامبية لوساكا مقر سكرترية التجمع الذي يعد أحد الدعمات الرئيسية للجماعة الاقتصادية الإفريقية يستهدف التجمع إلغاء كل القيود التجارية فيما بين الدول الأعضاء تمهيدا لإنشاء وحدة اقتصادية للمنطقة بما يخدم تحقيق هدف الوحدة الإفريقية تحقيق أهداف تجمع الكوميسا يرتبط بتفعيل الدول الأعضاء لعدد من الالتزامات من بينها تخفيض الرسوم الجمهوركية تدريجيا في إطار منطقة التجارة الحرة للتجمع وعدم فرض رسوم أو ضرائب جديدة أو زيادة الرسوم المطبقة والمتعلقة بالسلع التي يتم تداولها داخل السوق المشتركة مع إلغاء جميع العوائق غير الجمهوركية تبلغ قيمة التبادل التجاري ما بين الدول الأعضاء الكوميسا بعضها البعض من أكثر من 13 مليار دولار خلال العام 2021 وتطبق تلك الدول إعفاءات جمهوركية بالكامل لكونها أعضاء في منظمة التجارة الحرة فيما عدا بعض دول التجمع التي تسعى لتطبيق تلك الإعفاءات في إطار التجمع تولي الدولة المصرية من ضمن أولوياتها تعزيز التبادل التجاري مع الدول الأفريقية خاصة وأن التعاون الإقليمي من خلال التكتلات التجارية أصبح من بين أهم آليات تحقيق التنمية لذلك جاء انضمام مصر إلى اتفاقية الكوميسا في العام 1998 إدراك منها للأهمية الاستراتيجية للمحيط الجغرافي وعلاقات مصر مع دول القارة السمراء بما يتيح للقارة نطاقا أرحب من الحركة في مجال فتح الأسواق وإيمانا منها بأهمية إقامة منطقة التجارة الحرة ما بين دول الكوميسا سارعت مصر للانضمام لمنطقة التجارة الحرة للكوميسا التي أعلن عن إنشائها في قمة لوساكا في زنبيا في العام 2000 وقد أدى ذلك إلى تحقيق الاستفادة المتبادلة والمصالح المشتركة لكل من مصر والدول الأخرى الشقيقة أعضاء التجمع وفي إطار عضويتها الفاعلة في الكوميسا ساهمت مصر بمجهود كبير في الارتقاء بمستويات التعاون ما بين الدول الأعضاء من بينها تفعيل واتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية التي دخلت حيزة التنفيذ في يناير 2021 وأيضا تطبيق برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية والشروع في تنفيذ مشروع القاهرة كيب تاون لتقليص مدة شحن البضائع مع قيام الشركات المصرية برافع كفاءة البنية التحتية في دول الكوميسا بلغ حجم التبادل التجاري ما بين مصر والكوميسا خلال العام 2021 أكثر من 4.2 مليار دولار من بينها صادرات مصرية بقيمة 2.8 مليار دولار في حين بلغت الوردات المصرية من الكوميسا 1.4 مليار دولار قد شكلت تجارة مصر مع دول الكوميسا 22.5% من إجمالي حجم التجارة البينية في التجمع وفي ظل رئاستها لتكمع الكوميسا ترى مصر أن معدلات التبادل التجاري ما بين دول التجمع لا تتناسب مع ما تمتلكه تلك الدول من موارد بشرية وإمكانيات اقتصادية تؤهل التجمع أن يكون من بينه الأكبر والأهم عالميا رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي من أزمات متتالية شكرا